واجتمع أيضا سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع كبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وأنعكاساتها على الأمن القومي نتابع مع حضرتكم هذا التقرير اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة هذا وقد أشاد السيد الرئيس بالجهود التي تبدلها القوات المسلحة في كافة المهام التي توكل إليها والدور الذي تقوم به في حماية حدود الدولة ضد كافة العدائيات والتهديدات المحتملة فضلا عن مساهمتها في دعم مقاومات التنمية وإنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر